بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف مرسلين عزال مشاهدين انت ليه بتخسر من تربية الفراخ انت الميت فرخي دول يكسبوك الفين جنيه في ظل الارتفاع العلف اللي احنا في الايام دي وهدل وقت هقولك بالتفاصيل المملة وعلى ارض الواقع قدام عنيك ازاي تقدر تكسب الفين جنيه ليه كسبت كده وازاي ده اللي انا جاي نهاردة في الفيديو عرفولا ففي بداية الموضوع يريت نصلح يا ابن النبي عليها افضل الصلاة وتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معرفكم بنفسي انا محمد رضا طبيب بيطاري غرض اللي لقاء بتربية دواجل وانفهم الناس تربية الفراخ طبعا انا العلافات من الدربكة وفي شوية الدربكة لان الفراخ بنبحها درقم واحد درقم اتنين انا ازاي كسرت المبلغ ده نجي كده نبص بالروح انا اللي كان عندي كان كم فرخ كان انا عندي كان ميت فرخ الميت فرخة دول انا اللي عندي ميت فرخة واحدة من المية انا هنقول هيموت نوع عندك خمس فرخات من المية فهيبقى عندك كم فرخة خمسة وتسعين فرخة. احسب معي بروح كده البقاء انت عندك كم فرخة خمسة وتسعين فرخة الميت فرخة بياكلوا قدية علف طبعا احنا عارفين ان كل فرخة بتياكل تلاتة كيلو يعني الميت فرخة هياكلو كم هياكلو ست تشاكاير الشكارة خمسين كيلو والشكارة بالف وخمسين يعني كده هتخش لك في ستة ونص. تقريبا علف. ثمن. آآ ست شكاير تخش لك في ستة الاف ونص. اللي شكارها مسلا ممكن تبقى ب الف وخمسين. ممكن الف وتمانين عند ناس ب الف ومية. وحاليا دلوقتي الشكارة بالف اللي عشرة. هي رخصة. بس احنا بنتكلم ايام ما كان العلف غالي. دلوقتي العلف رخصة جماعة الشكارة بالف اللي عشرة. وهينزل تاني كمان هتوصل الشكارة تسعمائة جنيه تسعمائة وخمسين جنيه. طيب انا بحسبلك كمان على الف الغالي. لعلف كم ستة الاف ونص? علف ست شكاير. ده رقم واحد طيب رقم اتنين معايا الكتكود. انا كنت اشاري الميت كاتكود كان ايامة الكتكود رخيص. كان بكام? بالتلاتة جنيه الكتكود كان بكام بالتلاتة جنيه. يعني لميت كاتكود كان كام? تمتمية جنيه? على الستة الاف ونص? يبقى انا كده معاها كام? ستت الاف? وثملا متة جنيه. تكلفة. اول ادوية معانيا ما بنصرفش ادوية كتير. قول ادوية. قول كمان عليهم الاعشاب اللي بنشتريها. و قول ميتين جنيه اعشاب للميت فرخة. فانت كده الفراخة دي مكلفك كام? سبعة تلاف جنيه. حلو الكلام? انا عجبتي ميت فرخة كلفوني سبعة تلاف جنيه. ازاي يا دكتر محمد هكسب الفين جنيه كمان? ده بقى اللي انا جاء عرفه لك انا فراخي اكلتها كله عاف. النهاردة تقريبا يوم واحد وتلاتين. الفراخ مضربة معي اتنين كلو ومتين كلها في بعضها اتنين كلو ومتين واكتر كمان. ليه بقى? بص كده على الميزان قدامك? ده كام? في يوم واحد وتلاتين الفراخ مضربة اتنين كلو ومتين وفي فراخ جايبة اتنين كلو ستمية. ده لعا الشاشة وتسيبك من الشاشة. احنا نوزين لك دلوقت. بص الميزان دلوقت ايه? مصفر. ودي الجردل. في ناس تقول لك ايه? في ناس تقول لك الجردل دكتور محمد نص كيلو. لا. انا شرت الجردل بص. اعمل لك كام? سالب نص كيلو. حاطت الجردل. الميزان بتاعي مصفر. اهو حلو. نجيب بقى جماعة كده ايه? فرخة براحة كده. نحط كده الفرخة اه? فرخة كام? اتنين كيلو ونص. ماشي. فرخة. فرخة غيرها يا جماعة اه? اي فراخ بنقعة شواء. حلو? فرخة كام? اتنين كيلو وتلتمية. ده هبس عشان وقت الفيديو مش هنفطل نوز ان كتير. تمام? وانتو شايفين قدامكم الفرخة بسم الله ما شاء الله عاملها ازاي? طبعا انا بعت شواءة فرخة طبعا دي شواءة فرخ باقي. تمام? انا لسه بيع فرخ الصمح وهنكمل دلوقتي. عاز اقول لك بقى حاجة. انا لما الفرخ معايا مضربة اتنين كيلو ومتين. وانا عندي ميت فرخة. احنا قلنا مات من نوم خمسة? يبقى باقي عندك خمسة وتسعين فرخة. الخمسة وتسعين فرخة. في اتنين كيلو ومتين? يدربوك كام? يدربوك متين وعشرة كيلو. متين وكام? متين وعشرة كيلو. لو ضربت المتين وعشرة. النهاردة البورصة. سعر البورصة كام? سعر البورصة? اربعة واربعين جنيه ده سعر البورصة. يعني ده السعر التاجر بيشتري بيه. مش المحل. المحلات بيتبيع كيلو بخمسين وبتسعة واربعين لكن التاجر بيشتري بسعر اربعة واربعين جنيه من المزرعة لما قدر بقى متين وعشرة كيلو في اربعة واربعين جنيه هيدوك تسعة تلاف ومية او تسعة تلاف مية وكسر حلو تسعة تلاف مية وكسر وانا فراخ مكلفة سبعة تلاف جنيه يبقى انا هنا في مكسب كام الفين جنيه فين بقى ربط الناس اللي بتقولك احنا بنخسر انا بكل بساطة بسطلك الموضوع على قد مقدر اقولك بقى انت بتخسر ليه انا هقولك الاسباب اللي بتخليك تخسر علشان تخلي بالك منها وتقدر تكسب الفرقة ما شاء الله تنكيه وبتجري ليه بقى ده اللي انا عايز اوصله لك انك تربي دورة فراخ صح انت لو جبت شوات فراخ وربيتهم زي ما الكتاب بيقول وطلعت دورة فراخ صوبر صوبر بمعنى كلمة صوبر سدقنا هتكسب انا بقول لكل الناس مدخك تكون غالي كتكون ترخيص كده كده هتكسب لو طلعت وزن صوبر الناس شاغنا بالها العلف غالي كده كده غاليت سعر البورسة قليل لا انت اشغل بالك بانك خلاص انا هشتريت كده كيد خلاص هعملها هرميها لا مش هرميها يبقى على قد مقدر اطلع وزن عالي طب ازاي هطلع وزن عالي من خلال العشاب اللي ها هم استعماله ما هو معلش يعني ما فيش فرخة بتجيب اتنين كيلو امتين في واحد وتلاتين يوم الا لو حضراتنا عاملين نظام كواس جدا ماشيين بي ماشيين بكورس محترم جدا انا بصور لك الفراخ دي يوم بيوم والناس بقى خلاص اللي عارفت غلطة وعاوز الدورة الجديدة انا بعد ما بيع فراخ دي هنجيب دورة تانية وهنصور لكم كل يوم احنا بنعمل ايه يوميا بنعمل ايه فهتنزل تحت الفيديو كلمة اشتراك باللون الاحمر اضغط عليها واشترك معاه في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار الدورة الجديدة ان شاء الله خلال الاسبوع هننزل كتاكيت تاني وهنصور لكم تاني وهنقول لكم الدنيا ماشي ازاي عزيزي مشاهد في نوطة مهمة جدا برضو الوقت اللي تنزل في كتاكيت مهم جدا مش تنزل كتاكيته خلاص الوقت اللي اشتري فيه كتاكيته وربيه مهم جدا اعرفه علشان برضو اقدر اطلع في بورسة عالية انا لما اشتريت كتاكيت دي ناس كتير ما كانش بتشتري في الوقت ده علشان كده كتاكيت كان بيتنين جنيه كمان يعني انا انا اشاربيت انين جنيه مش بتائها كتاكBra يقول لك الشوكورة بالف ومية اشتري الكتاكيته هتكسب ازاي لا? كذبت كذبت ليه? انت خليك ذاكر الوقت اللي ما حادش بيشتري فيه انت اشتري فيه هاد في كتاكيت كتاكيت كان بيتنين جنيه معنا كده ما حادش بالرب كتاكيت فانا اجب في الوقت ده ليه لما اجي ابيع فراخ كم واحد هيبيع معايا محدش هيبيع معايا ليه اصلا محدش كان بشتري لما انا اشتريت فسعر البورصة هيبقى غالي على سان ما فيش فراخ في السوق فهتلاقي انهاردة سعر اربعة واربعين جنيه والاسبوع الجاه هيطلع ان شاء الله تاني عن اربعة واربعين جنيه ده انا احب بشاركو يعني يبقى كل الفكرة ان انا طلع دورة فراخ سوبر وانا قلتلك هقدم لك على القناة اليوتيوب يوم بيوم وفيه ناس تقولك ايه انا دكتور محمد مش حاب اليوتيوب عاوز اتابع معاك انت شخصيا عاوز اكلمك حضرتك في التليفون شخصيا اتابع معاك يوم بيوم اكلمك كل يوم في التليفون عادي اشتغل معاك واحدة واحدة انا عشان كده عملت عرض سوى عرض المتابعة بمقابل مادي بسيط جدا الفكرة ايه انا ما اتابع معاك في التليفون او على الوصف بالصور لفراخ فيديو وتبعتها لي يوم بيوم بنتوصل مع بعض وبنتام مع بعض قدر الامكان بحيث نطلع فرخة عندك سوبر في مشكلة بردو بتقولي والمقابل المادي بسيط جدا سواء انت جوا مصر او برا مصر وهما هيكون عندك فوق المية فرخة تمام ولو انت مزرعك تلات تلاف اربع تلاف في نطاق اسمعلي او نطاق الشرقية ممكن انزلك بردو المزرع ولو انت محتاج كتكوت من اللي كله قد بعض وما فيش عند فراخ رفايعة خالص كل اللي الفراخ قد بعضها محتاج كتكوت برضو من الكتكوت اللي انا حمل ربي بيها ديت برضو تكلمنا عراكم الوصف وزارت ضمنك على الشاشة وإلى دكت محمد اللي محتاج كتكوت لحضرك بتربي به او محتاج محتاج مع حضرتك او محتاج حضرتك تنزيل المزرعة او انا مش اتأخر اتمنى التوفيق لكل الناس جماعة الفكرة مش في سعر الفكرة مش في سعر العلف الفكرة كلها بتلف وتدور حوالي النقطة واحدة بتلف وتدور انك تطلع فرخة سوبر حضرتك طلعت فرخة سوبر صدقني مكسبك هيبقى ممتاز واحد بتاع مزرعة يقول للمخسر لا انا ربيت ميت فرخة وكسبت فيهم الفين جنيه انت هتربي الف فرخة هتكسب فيهم كام لو في الف فرخة في الفين جنيه في المية فهتكسب عشرين الف شيل منهم سبعة تلاف عامل ومصرف انت بتصرفها زيادة عن انا عشان انت حضرتك متأجر عمبر بتصرف برضو عامل عندك في المكان فاشيل منهم سبعة تلاف جنيه فانت كسبت اتناشر الف في كام في الف فرخة يا جماعة فالموضوع مجزي بس الفكرة ان نشغل دماغنا وانا اعملت قناة يتيوب عشان خاطر نشغل دماغنا مع بعض فاتمنى التوفيق لايك بقى للفيديو وتنسى الشريك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته